بسم الله الرحمن الرحيم شكراً سيد الوزير على الجواب ديالكم من المعلوم أن التوعية الدينية تلعب دوراً هاماً في حياة الأشخاص إن على مستوى أداء الفرائض أو على مستوى التحصين من آفة الانحراف وكافة أشكال التطرف ومن بين الفئات الأكثر تضرراً فئات الصم هذه الفئة من المواطنين المغاربة تعيش معاناة مؤلمة وإقصاء مطبقاً في جميع المجالات سيد الوزير علمنا أن كان هناك برنامج يبت على قناة الأولى تم توقفه وبالتالي ألم يحل الوقت لالتفات لهذه الشريحة وتعملوا في إطار تضام الحكومي بتمتيع الأطفال الصم بحقهم في تمدرس كسبيل وحيد لإنقاذهم من الجهل والأمية وبالتالي اندماجهم في المجتمع فمن الظلم سيد الوزير غبن هؤلاء الأطفال الذين يتمتعون بسلامة عقلية وحشرهم مع فئات أخرى ذات عقات حادة فيما يسمى أقسم الدمج سيد الوزير نطالبكم بوضع برنامج خاص لضمان توعية دينية لفئات الصم المتعطشة لتعلم أمور دينها كما نطالبكم بمأسسة لغة الإشارات وتعميمها في إطار سياسة حكومية شكرا شكرا شكرا